السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أعراض الحمل بتوأم من الأسبوع الأول بعض علامات الحمل بتوأم تكون مبكرة في الأسابيع الأولى من الحمل وتسمى أعراض الحمل بتوأم من الأسبوع الأول وبعضها يظهر متأخرا مع كبر حجم التوأم ونذكر تاليا بعض هذه العلامات واحد الغسيان الصباحي يعد الغسيان الصباحي من أشهر أعراض الحمل ويحدث في البداية من الأسبوع الرابع من الدورة تقريبا وقد تشعر السيدة الحامل بتوأم بالغسيان الصباحي فترة أطول قليلا فقد يستمر معها طوال النهار ويكون أكثر قوة عن غسيان الحمل بطفل واحد ويصاحب الحامل حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل ويمكن أن يتطور إلى القيء مما يفقد الحامل وزنها وهنا يجب استشارة الطبيب لكن قد يكون الغسيان الصباحي قويا أيضا مع الحمل بطفل واحد لذا فهي ليست علامة فارقة ثانيا الإرهاق تعاني كل النساء الحوامل من التعب والإرهاق المستمر قد يتضاعف هذا الشعور في حالة الحمل بتوأم ومرة ثانية لا يعتبر الإرهاق الشديد من الأعراض الأكيدة التي تفرق بين الحمل بطفل واحد والحمل بتوأم ثالثا نسبة هرمون الحمل ترتفع نسبة هرمون الحمل في حالة الحمل بتوأم عن النسبة في حالة الحمل بطفل واحد ولمعرفة نسبة هرمون الحمل تجري السعيدة اختبار دم في المختبر لتحديد النسبة بدقة وهو من أهم أعراض الحمل بتوأم حيث تشير النسبة المرتفعة إلى الحمل بتوأم بالتأكيد وأيضا من الأعراض نبضات قلب مزدوجة يستطيع الطبيب سماع صوت نبضات قلب الجنين ابتداء من الأسبوع السامن تقريبا باستخدام الدوبلر وقد يلاحظ نبضات قلب أخرى تشير إلى وجود طفل آخر برحم الأم وأخيرا الموجات فوق الصوتية تعد الموجات فوق الصوتية هي أكثر الطرق تأكيدا للأعراض المبكرة للحمل بتوأم غالبا ما يطلب الطبيب تحديد موعد مبكر لإجراء الموجات فوق الصوتية في الأسبوع السادس أو السامن تقريبا من أجل متابعة الحمل والتأكد من سلامة المؤشرات الحيوية للجنين يستطيع الطبيب أثناء إجراء الأشعة تحديد عدد الأجنة بكل سهولة وما إذا كان الحمل بتوأم أو طفل واحد في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تقني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر